ترى أساس سعدة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أعمال الاجتماع الطارئ الذي عقده مكتب البرلمان العربي اليوم بالقاهرة لبحث سبل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها المسجد الأقصى والمقدسات منذ بداية الشهر الكريم وأكد العسومي أن مكتب البرلمان العربي دان في اجتماعه اليوم واستنكر بشدة هذه الانتهاكات الخطيرة والمستمرة للاقتحامات المسجد الأقصى المبارك والاعتداءات على المصلين والتي أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى من الفلسطينيين واعتقال المئات كما أكد مكتب البرلمان العربي أن المحاولات الممنهجة التي تقوم بها قوة الاحتلال من أجل تهويد مدينة القدس تمثل انتهاكا صارخا واستخفافا شديدا بالقانون الدولي وكافة قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها على عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس بوصفها مدينة وقعة تحت الاحتلال وجدد العسومي مطالبة البرلمان العربي للمجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل وفوري من خلال منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من أجل توفير وضمان الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المحتلة وثمن مكتب البرلمان العربي في اجتماعه مخرجات الاجتماع الطارئ للجدة الوزرية المكلفة من جامعة الدول العربية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات غير القانونية في مدينة القدس المحتلة كما ثمن مكتب البرلمان العربي مواقف القادة العرب ودورهم في دعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات التي تقوم بها قوة الاحتلال ودفاع عن حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وأكد مكتب البرلمان العربي أن فلسطين ليست قضية الفلسطينيين وحدهم بل هي قضية العربي جميعا والتي تجمع شملهم من المحيط إلى الخليج إن مكتب البرلمان العربي في اجتماع اليوم أدانا والسنكر بشدة هذه الانتهاكات الخطيرة والمستمرة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال واقتحامها المستمر لباحة المسجد الأخصى المبارك واعتداءاتها الجبانة على المصلين والمقدسيين المرابطين على أرضهم والتي أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى الفلسطينيين ومعتقلين العزة اشتركوا في القناة